وينتظر شوية ما يكونش فيه عجلة من أمره بحيث أنه مباشرة ينزل للعمل أو ينزل يركب سيارته أو ينزل يروح شغله ولكن ينتظر في البيت شوية حتى على الأقل حوالي ربع ساعة ونصف ساعة ده بيدي فرصة للأمعاء أنها تتحرك بالذات بعد وجبة الإفطار وبالذات لو كان الطفل أو الكبير ده خد مشروب دافي لحبازة لو كان مثلا شاي باللبن أو كاكاو باللبن أو حتى نسكافي أو أي حاجة فيها ألبان وتكون دافية مجرد ما بينتظر في البيت عشر دقائق وربع ساعة بتبدأ حركة الأمعاء معاه لو هو قاعد مسترخي ومستريح في البيت هيلاقي أن القولون بتاعه والأمعاء طلبت أنه يدخل الحمام بيدخل بيعمل الحمام بتاعه بصورة طبيعية بيبدأ بقية اليوم بيبقى عادي جدا فلذلك يبقى أول سبب من مسببات الإمساك نمط الحياة اللي غير صحيح النقطة الثانية المهمة أنه لازم عشان يحدث تفريغ للفضلات بصورة طبيعية أن يكون فيه فضلات لكن لو أنا أخدت أكل معين أو أديت للطفل أكل معين لا يتبقى منه فضلات فبالتالي هتكون كمية البراز قليلة فبالتالي مش هيكون فيه تحفيز للأمعاء لأن تتحرك حركة طبيعية فيحدث كسل في الأمعاء ده نوضحه بصورة أوضح وأبسط شوية أن مكونات الأكل الحالية اللي بيأخدها الطفل اللي ما فيهاش ألياف فدي بتؤدي إلى أن ما يكونش عنده كمية فضلات كتيرة فبالتالي بتكسل الأمعاء لما هتشتغل ليه لما هي ما فيهاش فيها فضلات بمعنى تاني أن الطفل اللي بيعتمد في أكله على الخبز اللي عيش الفينو أو العيش الكايزر أو الحاجات اللي في أكياس زي الشيبسي وزي الحاجات اللي زي كده بكمية كبيرة وما بيأخدش حاجة فيها ألياف ده مش هيكون عنده فضلات هتكسل الأمعاء بتاعته هيلازم يكون عنده أمساك مزمن لكن الوضع العادي أن الطفل أو الكبير برضو لازم ياخد كمية خضروات بذاته خضروات لتترك كمية ألياف كتيرة في الأمعاء زي إيه؟ زي أول حاجة الجزر زي الطماطم والقوطة زي الخيار زي الخص زي الجرجير كل الحاجات دي لازم تكون موجودة في وجبة الطفل حتى على الأقل ولو مرة في اليوم الفواكه طبعا أغلب أنواع الفواكه بالذات في أيام الشيطة البرتقال واليوسفان دي برضو بيكون فيها ألياف بكمية كويسة الطفل اللي عنده ظروف أو عنده حاجة تخليه ما ياخدش الحاجات اللي فيها ألياف ده لازم أديله حاجات تزود الألياف من الخارج في صورة أعشاب أو في صورة أكياس ممكن بتبقى موجودة في الصيدلية طب الطفل اللي لسه مولود وبيعتمد على الرضاعة الطبيعية ده برضو بيكون مجموعة كبيرة جدا بيكون عندهم إمساك اللي عندهم بيرضعه رضاعة طبيعية لما بيكون الأم عندها إمساك في 80 أو 90% من الحالات الأم تيجي وبتشتك أن الطفل بيرضع رضاعة طبيعية ومع ذلك عنده إمساك بنيجي بنسأل الأم نلاقيها هي نفسها عندها إمساك سواء إذا كان إمساك حد أو مزمن وبتنتقل بطريقة معقدة شوية إلى الطفل فمن نتيجة رضاعته أو من خلال رضاعته بياخد هذه المواد الكيميائية الموجودة في جسم الأم فبالتالي يحدث إمساك عند الطفل طيب الطفل مفروض أنه هو يبدأ من الشهر الثالث سواء إذا كان بيرضع رضاعة طبيعية أو رضاعة خارجية لازم ياخد حاجات خارجية في صورة أكل بمعنى أن من أول الشهر الثالث قدر طفل زبادي منزوعة الدسم أو زبادي بدون الوش بتاعها وبعد كده من أول الشهر الرابع أبدأ أديله صفار بيد بعد كده أبدأ أحط له معنى أتعسل على الزبادي والدهالو بعد كده في الشهر الخامس أديله عصير طماطم أو عصير برتقال ده في صورة لو خد الطفل بمشي بالطريقة دي هيبقى عنده حركة أمعاء طبيعية وما يحدث عنده إمساك بأي صورة من الصور ترجمة نانسي قنقر